أعلن وزير الأوقاف والإرشاد محمد بن عيضى شبيب استكمال حجاج بلادنا وعددهم 24 550 حاجا أداء مناسك الحج لهذا العام 2444 هجرية ونجاح هذا الموسم وفقا لما هو مخطط له من قبل الوزارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير المرسلين الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد فإنه وبفضل من الله تعالى وتوفيقه وفي هذا اليوم السبت الثالث عشر من شهر ذي الحجة للعام 1444 هجرية الموافق 1 يوليو للعام 2023 ميلادية نعلن في وزارة الأوقاف والإرشاد استكمال أداء حجاج بلادنا البالغ عددهم 24 255 حاجا لمناسك الحج ونجاح هذا الموسم وفقا لما هو مخطط له من قبل الوزارة فقد تكللت عملية إجراءات الحج بنجاح منذ إعلان التسجيل وحتى انتهاء الموسم لقد حرصت وزارة الأوقاف والإرشاد على وضع معايير وضوابط من شأنها تجويد الخدمات لحجاج بلادنا في المساكن والنقل والإعاشة والمخيمات والرعاية الطبية وغيرها من الخدمات المصاحبة لأعمال الحج بحيث يؤد الحاج مناسكه بكل يسر وسهولة ومع ذلك فإننا نلتمس العذر من أي تقصير محتمل لا يخلو منه جهد بشري أو خطأ غير مقصود ونعد الجميع ببذل المزيد بإذن الله تعالى لما فيه خدمة مواطنين القاصدين بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة كما أننا ومن منطلق مسؤولياتنا الإشرافية والرقابية قد اتخذنا الإجراءات القانونية والعقابية اللازمة بحق بعض المنشآت والوكالات والشركات التي أساءت استخدام صلاحياتها أو قصرت أو فرطت في مسؤولياتها والتزاماتها وواجباتها تجاه حجاج بلادنا ونحن إذ نعلن نجاح هذا الموسم لنشكر الله سبحانه وتعالى شكراً عظيماً الذي أعانى ويسر وسهل لحجاج بلادنا أداء مناسكهم كما نشكر بعد الله قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وجميع نوابه ودولة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة على متابعتهم الدائمة لحجاج بلادنا ونشيد بالجهود الكبيرة لقيادة الوزارة وقطاع الحج والعمرة من وكلاء ومديرين ومختصين ولكل اللجال العاملة والقنصلية والشركات الناقلة والوكالات والجوازات والجمارك وشباب حضر موت وقيادة منفذ الوديعة المدني والعسكري وجميع من أسهما في خدمة حجاج بيت الله الحرام كما نثمن دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كافة التسهيلات المقدمة لحجاج بلادنا وجميع حجاج العالم الإسلامي ونثمن كل الجهود والترتيبات التي قدموها لخدمة الضيوف الرحمن فلهم منا جزيل الشكر والتقدير نسأل من الله تعالى أن يعيد حجاج بلادنا وحجاج العالم إلى ديارهم سالمين غانمين وأن يتقبل منهم حجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر